اشتركوا في القناة هي عشر جعل الله فيها درة الليالي وتاج الليالي وشامة الليالي على ليالي الدهر كله ليلة هي خير من ألف شهر أو دعها الله في العشر ليبتلينا ويختبرنا لينظر أينا أحسن عملا لا أكثر عملا أحسن عملا أما في العشر الأواخر فكان يطلق الدنيا خلف ظهره وهو أكثر منا أعمال قائد الأمة بأبيه وأمه يترك الدنيا خلف ظهره يتخفف من أعمالها يترك نساء ليست زوجة واحدة ولا زوجتين ولا بيت ولا بيتين ترك أحد عشر بيتا وترك خلفه نساء وترك خلفه ما خلفه وانعتكف وضرب القبة في المسجد يناجي رب العالمين ويخلو بالمناجات مع ربه هكذا يكون استقبال العشر تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف وأمام القنوات أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق لذلك اختم بخير اختم بخير فإن الله يغفر كل ذنب والله لو ضيعت العشرين الأولى كل العشرين ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت أبشر كل أمور طيبة الله بلغك عشر هي خير العشر وهي أفضل العشرين الأولى القادم من رمضان أفضل من الماضي القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من العشرين قبلها يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله ثلاثة ثمانين سنة وستة شفر الله أكبر أحبابي لو جانا اتصال تاجر من تجار الرياض بيعطي كل واحد يلقاه في العشر الأواخر مليون ريال بس بشرط يلقاه واقف على عتبة الباب وبيمر علينا في الحارات واللي بيلقاه واقف بيعطيه مليون تدخل داخل بيتك والله ما تدخل وش بتقول لي يا شيخ متى بيمر ما أدري لكنه والله إنه بيمر والعشر تأيام دي فيه مرور له متى لا أدري ليل نهار لا أدري لكن ترى من وجده واقف أعطاه نوقف ولا لا والله نقوم بزراننا الصغار أطفالنا اللي يحبون نوقفهم عند الباب ونبوك طيب تعبان يا أبوي يا أبوي التعب مخلوف أسهر الأيام دي والنوم ملحوق عليه في شوال نقول ذلك ولا لا هذه ليلة القدر يا أخي اعتكف فيها وملحوق على الدنيا يا أخي توقف عن غث الدنيا يا أخي خالطناها حتى أمرضتنا جمعناها وتفلتت تاجرنا وخسرنا ولا لا ورحنا فلسهم وراحة الله يرحمنا وإياكم والراتب ما فيه بركة والعالم كل ما طقناها عدلة معهم من قلبة عوجة يا أخي اجعلها مع ربي والله ما تعوج والله ما تنقلب عوجة أنت تعدل وتسير عد إلى الله رتب خطواتك إلى الله أحبابي لا تجرب ربي كريم الله عظيم له في كل ليلة عتقاء من النار راحت العشرين ليلة راحت كأنها شربت ماء واعلم والله وتالله إن أسعد صائم بالعيد أهل الاعتكاف في العشر الأواخر لا ترى مهم أسعدنا لثوبه جديد ولا للأبسله بشت ولا لمطيب مطيب جميل لا وربي أسعد من في العيد يأخذون جوائزهم وهم أهل الاعتكاف وجوههم نور أفئدتهم نور دموعهم فيها عيونهم فيها دمع أما العين الأولى العين الأولى تدمع فرحا بنعمة العيد أن بلغناه والدمعة الثانية شوقا على رحيل رمضان وحبا فيه لذلك يا من يريد يريد عام من أجمل أعوام عمرك أقسم بالله أن العشر الأيام القادمة أجمل ليالي العمر ترى بعضنا حتى مصارحة نفسه ما يقدر أنت عندك عيوب الله يزينها وعندنا أخطاء وعند ذنوب الله اللي سترني بها لماذا ما نخلو بالله ونقول يا ربك ما سترتنا فاغفر لنا يا رب أتينا إليك يا رب عجلت إليك لترضى يا رب اختم بالسعادة أجلي الله كريم حيي إذا رفع عبده إليه يديه يستحيي جل وعلا أن يردها أو يرده ما له صفرا فانكسروا بين يديه وناجوا ربكم وتخففوا من الدنيا وصوموا العيون وصوموا الألسنة وصوموا القلوب حتى يبقى القلب مطمئنا هادئا للمناجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر